من الأمور المهمة في ابتداء طلب العلمي العناية بالحفظ يجب ما دمت صغير السن حديثا في أول أمرك لم تصل بعد إلى الأربعين لنقول إن الصغير إلى الأربعين لم تصل بعد إلى الأربعين فيجب أن تعنا بالحفظ الحفظ هذا مهم جدا أنا جيلها في صدورها القرآن أجل وأول ما يحفظ وإياك أن تغفل عن هذا القرآن حتى قال أبو الزنات أبي هرير رضي الله عنه وجدت أزهد الناس في القرآن المتفقه يظن أنهم على خير فيشتغلون بالرأي والفق ويسركون القرآن إذن أولى ما يعنى به وأول ما يبتدأ به هو كلام الله عز وجل بالعفظ وكل علم لا بد من حفظ أشياء فيه سأذكر بعضها بعد قريب يقول صاحب نظم وجيز وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع شكرا للمشاهدة